السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد إن شاء الله نهاردة درسنا ضمن كورس لجرامر لسه مستمرين مع بعض في لفل A2 المستوى الثاني ترسل النهاردة عن الثاني المستوى 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 الثاني المست مع if يكون فيها two parts. فيها جوزئين. فيه if close وفيه كمان المين close. فيه if close ويه المين close. ناخد مثال مع بعض كده ونستنتج منه الفورم بتاع if في الحالة التانية وكمان اليوسج. استخدامها. لو بصنا مع بعض للسنتنس دي. الاول عايزين نستنتج الفورم بتاعها. بص كده فيه verb. الفرب هنا had. اقولك in which tense. ايه زمان بتاع الفرب ده. هتقول لي هنا had دي verb في الباست. في الماضي. past symbol. ماضي بسيط. اقولك تمام. ان الفرب بعد if في الحالة التانية بيكون past symbol. ماضي بسيط. طب البارت التاني. بنسميه المين close. ها مهل البارت اللي في if. اسمه if close. طب البارت التاني المين close. we would. هنا في would. بلاس. ها. would go. go هنا verb في الانفينيتيف. يبقى بعد would بنستخدم verb في الانفينيتيف فورم. في المصدر بتاعه. يبقى if بعدها past symbol. وفي المين close عندنا. would بلاس الانفينيتيف. ده الفورم بتاع if في الحالة التانية. اتكلمنا بكده كمان عن القمى. قلنا لو انا بدأت السنتنس بتاعتي ب if. هنستخدم قمى فين. in the middle. في المنتصف. لما تبدأ ب if. في الاول. بيبنستخدم القمى. طب لو بدأنا السنتنس بالمين close. ما بدأناش ب if. خلاص ما فيش كمان هنستخدمها. طب اليوسج. بتاع if في الحالة التانية. ايه هو. to talk about imaginary situations. سواء في البرزنت او في الفوتر. بتعبر عن مواقف خيالية. سواء بنتكلم. عن الموقف ده في البرزنت. بقصو بدي برزنت او مستقبل. وهنا معنى السنتنس. if we had a mansion. if we had a mansion. لو كان عندنا. لو كان عندنا. لو كان عندنا أصر كبير. لو كان عندنا كنا نزورناه ولكن ما عندناش بنعبر عن إيه؟ عن حاجة خيالية أنا بتخيل ده حاجة ما هيش حقيقية ما عندناش القصر الكبير ده فبالتالي شنقدر نزوره فين في الويكند الفيرب عندك في الباست زي كلمة had الفيرب بعد إيه في الباست ولكن بقصد بي مواقف في المدارع سواء في البرزنت أو في المستعبل قلنا بناستخدم الفيرب في الباست ولكن معناه بيكون بريزنت أو فيوتر مدارع أو مستعبل الوود بلاس الانفينيتيب في الميني كلوز ده إيه ده دي الريزولت النتيجة بتاعة الموقف الخالدة دي نتيجته would you travel around the world if you had much money would you travel around the world if you had much money هنا بدأنا ب would كشكل سؤال would you travel بعد هنا would كمان استخدمنا infinitive طب فيه نقف هنا جات in the middle فيه كمان نقطة مهمة جدا جدا إن كلمة would would ايه الشورت فورم بتاعها اختصارها الابوتروفي دي ممكن نقولك i would equal i'd يبقى الابوتروفي دي equal i equal would ده الاختصار بتاعها وكمان would not لو أنا هستخدم would في النفي would not equal wouldn't لازم تاخد بالك من الشورت فورمز الاشكال المختصرة بتاعت مين بتاعت would i'd never tell anyone i'd never tell anyone if you told me your secret i'd هنا اختصار i would هنا i'd اختصار i would i'd never tell anyone if you told me your secret هنا كمان بعد if استخدمنا told دي verbi في الباست نيجي الكود واستخدمها instead of wood ممكن نستخدم كود مكان wood في الميني close we can often use كود instead of wood in the مني close غالبا كود بتستخدم مكان wood في الميني close if you spoke english you could get a better job if you spoke english you could get a better job لو كنت بتعرف تتكلم english كنت حصلت علي وظيفة افضل من دي ولكنك ما عندكش القدرة دي نيجي بعد كده لنقطة مهمة جدا 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 وهي استخدام was or where في السكن conditional if والنقطة دي بتلقبط ناس كتير دي يقولك انا ممكن مع في اي في الباست سيمبل عمتا في الباست بتاع الفربي to be بنستخدم مع هي شيء it واي كمان معاهم بنستخدم was we you they بنستخدم where ده شيء طبيعي طب هنا في السكند conditional if واحد يقولك بنستخدم مع كل مع كل الضمائر الفاعل مع كل ضمائر الفاعل بنستخدم مين بنستخدم where واحد يقولك لا بنستخدم was مع هي وشو it اقولك لتنصح ممكن تستخدم was or where ولكن اي الفرق ان where it's more formal than was اكثر رسمية هي حاجة رسمية غير استخدم was يبقى انا في السكند conditional if باستخدم where مع كل الضمائر I wear you wear she wear he wear مع كل الضمائر بنستخدم where ما باستخدمش was ولكن لو في اي شخص استخدم was مع هي شيء it اقوله ما انتش غلط ما هواش غلط if I wear or was fit I would run a marathon if I wear or was fit لو كنت فت لايخ بدانيا ها كنت جريت فين في الماراثن ده we wouldn't have any problems we wouldn't have any problems if he if he was or were more reasonable ما كانش هبقى عندنا مشاكل لو كان اكثر ايه منطقية قبلك من حاجة مهمة جدا جدا وهي ان احنا في second conditional if بنستخدمها فين او ليه forgiving advice لما اجي انصح حد بستخدم second conditional if مع الـ expression if I wear you if I wear you وفي الحالة دي ما ينفعش اقول if I was you في الـ advice مع الـ expression if I wear you في الحالة دي ما ينفعش استخدم was لازم wear لازم wear if I wear you I would stay home and rest if I wear you I would stay home and rest لو كنت مكانك كنت اعود في البيت واخد rest if I wear you I would دي هنا advice بنصحك I wouldn't pay an attention to what he says if I wear you هنا في السنتنس دي ما بدأناش بـ if بدأنا ب I wouldn't pay an attention بدأنا بال mini close والذي في close جاء بعد mini close وهنا معناها ما كنتش هلقي اي اهتمام اللي هو بيقوله لو كنت مكانك هنا advice بنصحه نيجي الاخر نقطة معنا وهي ازاي تفرق ما بين first conditional والsecond conditional if ازاي تفرق ما بين حالات if الاولى والتانية احنا عرفنا ان first conditional if في الحالة الاولى بنستخدمها ليه في الحالة الاولى ليه بنستخدمها to talk about possible future situations بتكلم عن مواقف محتملة الحدوث فين في المستقبل موقف احتمال يحصل ممكن يحصل ولكن في second conditional if لا to talk about a imaginary situations موقف خيالية لن تحدث ماذا تحصل بص كده لن تحدث لن تحدث لن تحدث لن تحدث ولكن لن تحدث لن تحدث لن تحدث لن تحدث من الصعب من الصعب ان انا اتغدى معاك ده الفرق ما بين first conditional والsecond الفيرست شيء محتمل للحدوث ولكن second conditional if صعب ده imaginary حاجة خيالية حاجة not real بكده تكلمنا النهاردة عن second conditional if بالتفصيل يارب تكون الحلقة جابتنا وان شاء الله استنونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته